بقى دي ان هو يلعب الفترة اللي جاية على فكرة وقال ان هو قال كده قال يهمني ان هو يبقى موجود لانهم هناك منافسة ما بينه وما بينه وسامة بوعالي ومودست والمنافسة في صالح الفريق بالمناسبة هم هنا بجيب مودست ليه عشان يبقى فيه منافسة ما بينه وبين الكهرباء هل ده معنا ان الكهرباء وحش؟ لا طبعا ولكن انا عايز افضل مستوى الكهرباء وافضل مستوى المودست وافضل مستوى لوسامة بوعالي فدلوقتي عندك تلات لاعبين في هذا المكان ما تقدرش تصنفهم ما تقدرش تقول مين رقم واحد ومين رقم اتنين ومين رقم تلاتة هيعملوا ايه هيكلوا في بعض في الملعب هيكلوا في بعض ولكن في الملعب من خلال أداءهم من خلال تمرنهم ومين اللي يشوفوا ومين اللي يقرر المدير الفني مش أنا ولا حضراتكم قال لك خناية ايه ما عندناش في النادي الأهلي مثل هذه الأمور النادي الأهلي ممكن أنا آسف مش ما عندناش بتحصل خنايات وبتحصل حاجات كتيرة جدا زي ما كل فرق العالم بيحصل فيها ولكن هناك لايحة عندنا مدير كرة محترم عندنا مدير كرة قادر انه هو يشتغل بدون ما يعمل ضجيج حواليه لانه زي ما كانت كابتس عبد الحفيز موجود وبيعمل بدون اي ضجيج ولكن وبيشتغل وبيطبق لايحته عندك كابتس خالد بيبه نفس الكلام قبل يوم الله يرحمه كابتن ثبت البطل قبلها كابتن طريق سليم لانه فيه ثوابت اللي بييجي بيمشي عليها فنخلي بنا من مثل هذه الأمور اوعى حد يجرنا لمثل هذه الكلمات اللي بتكتب زي مثلا انا اسف ان انا هتدخل في هذا الأمر وهقول على حاجة شخصية البعض قالك انت ايه اه اسلام الشاطر ما طلعش امبارح وما طلعش اول امبارح عشان كده انا اصريت ان انا اطلع النهاردة بالمناسبة وكل الناس عملت ابعتلي تقول لي يا كابتن ايه وانت كنت بتعمل ايه يا جماعة هو امر شخصي انا ما بحبش ادخل الأمور الشخصية في الأمور الشغل بتاعي انا بالنسبة لي مش عارف احكيها ولا مش عارف اقولها ولا لا انا 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 يعني هي حاجة شخصية حصلت ان انا الله يرحمه والدي الله يرحمه اه والدي كان اه قبل ما يتوفى ما يكوننا متفقين ان احنا نطلع عمر وربنا يعني ما ما امهلوش ان هو يلحق فحصل ان انا اه قررت ان انا اطلع عامل عمر الوالدي اه دي القصة وقال لك دي راح السعودية مش عارف عشان ايه ويعمل انا مال يا جماعة اولا انا ما حبش احكي مثل هذه الأمور لانه انا ما كنتش قيل لحد اساسا لكن اللي حصل ان انا طلعت عملت عمرة ورجعت تاني يوم الحد حضراتكم انا كنت في السعودية جيت يوم الاتنين بالليل قبل الهوى بتاعي بساعتين او بثلاث ساعات وكنت متواجد وكنت عن وكنت حاطل عن بارح الحقيقة ولكن المباراة وافوز سيدات الطايرة بالسوبر خلنا خل الناس تكمل يعني فما طلعت الشمبارع وطلعت النهار قصص وإحكايات وروايات واصل الإسلام مش عارف بيعمل ايه وإسلام ايه والناس تبعاتلي مش عارف ارد انا مش حقدر ارد على واحد واحد ومش حقدر ارد على كل الكلام اللي بيكتب يا جماعة الموضوع ابسط هناك بعض يعني فيه كل واحد وله امور شخصية انا على قد ما بقدر بحاول ان انا مدخلش مثل هذه الامور ولكن يا جماعة انا كنت مسافر بعمل عمرة لوالدي الله الحال مش عاجة يعني موضوع بسيط جدا 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 ولا قابلت حد ولا عرف ايه اللي كان بيحصل ولا كنت معايا تليفون اساسا انا قعدت اربعة تيام قافل تليفوناتي ما عرفش ليه الامور بتتحور بتتحور وبتتحول الى شائعات غريبة جدا وانا ليس لي بهذه الشائعات اي علاقة اي علاقة الناس يقول لك اصلوا كان بيعمل ايه كان مش عارف بيتفاوض مع ايه عشان يمشي من ايه كلام غريب جدا جدا ولكن انا مكنش حابب ان انا اتكلم في هذا الامر ولكن وجب التوضيح لانه ناس كتيرة جدا كلمتني خصوصا بعد ما انا ما طلعتش مبارح وانا انا اتأخرت في الطلوع النهاردة والنهاردة على فكرة انا طلعت كنت ممكن ما عرفش اطلع ولكن اصريت ان انا اطلع علشان اقول لحضراتكم هذه الامور اولا نتبسط ونفرح بسيدات السلة الطيران بارح ورجال الطيران نهاردة في السوبر وايضا رجال كرة القدم وهذه المواجهة التي كانت رائعة ما بين الفريقين الحقيقة استطاع النادي الاهلي خلالها الفوز خمسة واحد وفي نفس الوقت استطيع ان انا اوضح ان انا موجود مش حول اكتر من كتر مواجهة مرة اخرى الاهلي وبلدية المحلة مواجهة كانت رائعة الحقيقة حصد من خلالها الجهاز الفني العديد والعديد من المكاسب قبل مواجهة يانجي افريكنز التنزاني يوم الجمعة المقبل ان شاء الله بالمناسبة بكرة عندنا مقابلة او يعني انترفيو مهم جدا 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 عندما يتأكد هقوله لحضراتكم لكن مقابلة مهمة جدا جدا مع رئيس نادي يانجي افريكنز ان شاء الله يكون موجود معانا على الهواء مباشرة بكرة علشان نشوف مقدار النادي الاهلي عند الافارقة عامل ازاي يعني ايه اسم النادي الاهلي يعني ايه انت رئيس نادي منافس للنادي الاهلي وفي نفس الوقت بتحب النادي الاهلي كلام كتير جدا نسمعه من رئيس النادي مش عايز اكشف كل التفاصيل لانه لسه ان شاء الله بكرة هتبقى حلقة مهمة جدا جدا وهتبقى على الهواء بالمناسبة على الهواء مباشرة ان شاء الله ان شاء الله بس عندما يتأكد هذا الامر هقوله لحضراتكم وسوف يتم الاعلام من خلال البروموز الرسمية على القناة على قرارات الاهلي الاهلي النهاردة وجه رسالة شديدة اللهجة لكل المنافسين على ان بطل الدوري ان شاء الله مش هقول اعزم على المنافسة على الدوري والحفاظ على اللقب المفضل بهذا الفوز رفع النادي الاهلي رصيده الى 17 نقطة ويصعد الى المركز مش هقول المركز الكامل لانه الحقيقة بالنسبة لي مركز التاسع بس انا لعبت 7 ماتشاط فقط بس تخيل حضرتك ان انت لعبت 7 ماتشاط والاول لعب 13 شباب لعب 15 مباراة ولكن انا اقوى هجوم انا اقوى هجوم النادي الاهلي مش انا النادي الاهلي اقوى هجوم تشكيل مختلف بدأ به مارسيل كولر ولكن تشكيل رائع عملية تدوير رائعة كسب الرهان الحية على كل اللي دفع بيهم كريم الفؤاد من البداية وبسم الله ما شاء الله مع عمر كمال رائع كل اللعيبة يعني زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عندي فقرتين مهمين جدا الحقيقة خلينا نسأل بقى كل هذه الامور وننتظر التحليل الفني وكل المباراة وإن اللي حصل في المباراة الاهلي وبلدية المحلة ورؤية فنية للنجم الكبير كابتن محمد حشيش اللي حيكون نسأل بقى